اهلا بحضراتكم في هذه التغطية بحث كبير على كل مواقع تواصل اتناعي عن المهاجم الفلسطيني اسام ابو علي لاعب فريق سيرسا سويدي وده بعد ما كشف التقارير الصحفية سويدية السبت عن انتقال المهاجم الفلسطيني لاعب فريق سيرسا سويدي للنادي الاهل المصري في صفقة قياسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد مفاوضات انتهت بتوقيع اللاعب للقلعة الحمراء ويضع مسؤول النادي الاهلي الرتوشي الاخيرة على صفقة التعاقد مع وسام ابو علي ومن المقرر ان ينضم وسام ابو علي الاهلي لمدة اربع مواسم ونصف الموسم وذلك بعد الاتفاق مع اللاعب على كل الشروط الشخصية بعقده ويضع الاهلي اللمسات الاخيرة على الاتفاقات المالية الخاصة بصفقة هذا اللاعب بعدما اتفق مع سيرسا سويدي على تقسيط الصفقة على اكثر من قصد وتشمل مقابل مالي وبعض البنود الاضافية حال تحقيق اللاعب بعض الالقاب او تسجيل عدد معين من الاهداف ونسبة من عائد البيع واكدت صحيفة اكسبريزن السودية ان الفلسطيني وسام ابو علي سيسافر الى القاهرة لاجراء الفحوصات الطبية يوم الاحد او الاثنين واوضحت الصحيفة السودية ان فريق ايكي سيرس سيبيع سام ابو علي 25 عام ويصل السعر الى ما يزيد عن 23 مليون كورونا سودية ما يعادل مليوني يورو ايضا قالت الصحيفة ان فريق سيرس لن يحصل على رسوم الصفقة بالكامل حيث انما بين 10 الى 15 بالماء من رسوم الانتقال ذهبت الى نادي بن سيسيل السابق لابو علي ومنح المدرب السويسري مارسيد كولر المدير الفني للقلعة الحمراء الضوء الاخضر لمسؤول النادي الاهلي لحسم الصفقة رسميا لتدعيم خط الهجوم بالمريكات الشتوي واوضحت صحيفة السودية العالمية ان وسام ابو علي في طريقه للخروج من سيرس السودي متوجها للنادي الاهلي المصري وان انتقال اللاعب سيكون بصفقة قياسية بالنسبة لسيرس السودي بعدما بلغت قيمة الصفقة 23 مليون كورونا سودي ما يعادل مليوني يورو ليصل سعره الى 2.2 مليون دولار تقريبا واضفت صحيفة انه يجب ان يذهب ما بين 10 الى 15 بالمائة من رسوم الانتقال الى فريق فين دي سيسل الذي انضم اليه المهاجم منذ الصيف الماضي وتعني الصفقة ان سيرس يكون بعملية بيع قياسية حيث ان السعر اكبر من 13 مليون كورونا حصلوا عليها عندما ذهب كن جسلي سارفو الى نادي ملمو اف اف واتمم التقرير ان مفاوضات الاهل مع اللاعب في مراحلها الاخيرة ويتبقى فقط اجراء الفحوصات الطبية وايضا توقيع العقود وبعدها يرتدي قميص الاحمر ورغم ان التقارير السودية كشفت ان الصفقة ستكبد الاهل 3 ملايين دولار الا ان مصادر في القرع الحمراء اكدت ان المبلغ اقل من هذا بكثير وقد لا يتعدى مليون وسبعمائة الف دولار وسجل وسام ابو علي عشرة اهداف خلال 16 مباراة في الدور السويدي منذ انضمامه الى سيرس الشتاء الماضي ايضا من المقرر ان يعامل اللاعب معاملة اللاعبين المصريين ولا يسجل كلاعب اجنبي في القائمة كونه فلسطيني الجنسية اي ان تسجيله لا يتطلب رحيل لاعب اجنبي مستمرين في تعطية اخبارية على مدار الساعة وتلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت